حديث عن عواصم مصر القديمة حديث شغيق في حد ذاته كانوا كم عاصم؟ لا الحقيقة أن العواصم المصرية يعني نقدر نقول أن هي تقريباً من 21 إلى 22 عاصمة في بعض العواصم يعني شغلت أكتر من مرة كانت عاصمة للبلاد زي عندنا ممكن هنلاقي طيبة عندنا هنلاقي منف طبعاً ولكن احنا قبل ما نتكلم عن العواصم يعني برضو دي حاجة مهمة لازم أن المشاهد يكون أعرفها هل الدولة المصرية بتبدأ مع العواصم ولا هي يعني كان فيه يعني نشاط عمراني وكان فيه نشاط حضاري موجود قبل العواصم الحقيقة أن لما نيجي نتكلم عن شكل الحياة في مصر القديمة قبل العواصم هنلاقي أن مصر كانت عبارة عن قطرين كل الناس عارفة ميناء موحد القطرين نارمر نارمر أو نارمر أو ميني أو ميناء يعني فيه طبعاً بعض العلماء المصريات بيقولوا أن ميناء هو نارمر وفيه البعض التاني بيقول لا أن نارمر يسبق ميني أو ميناء وده هنشوفه مع بعض دلوقتي ولكن مصر زمان قبل العواصم كانت عبارة عن قطرين أساسيين اللي هم الوجه البحري والوجه القبلي أو مصر السفلة ومصر العليا إزاي شكل الحياة طبعاً الإنسان المصري زيه زي أي إنسان في بداية الحضارة طبعاً كان بيعيش في شكل طبعاً بدائي جداً إحنا معنا هو يا جماعة ودكتور محمد فضالي بيكلمنا جنب الشاشة بنمر على صور العواصم مصر القديمة طيب المفروضة الصور هتبان عندي هنا إحنا معنا هو مدينة طيبة هي اللي على الشاشة دلوقتي طيب إحنا عايزين عشان نتكلم بس قبل العواصم عشان مرحلة التوحيد دي مهمة جداً يعني توحيد القطرين ده مهمة جداً المهم فمصر كانت قبل العواصم كانت عبارة عن أقليم وإقليم في اللغة المصرية القديمة اسمه سيبات أو جاتت والإقليم بشكله البسيط جداً هو نقدر نقول اللي هي الأحواض بدايتها زي الأحواض الزراعية المقسمة إلى مناطق يتوسطها القنوات وشق الترع وما إلى ذلك جميل بعد كده طبعاً الأقليم في مصر طبعاً أعدادها السيبت والمعروف أنهما كانوا 42 إقليم بيتراوح في مصر العليا طبعاً هو 22 ومصر السفلة إما 20 أو 18 أو 14 أو 16 ده على حسب الفترة الزمنية وعلى حسب الظروف الجغرافية ليه؟ لأن إحنا كان طبعاً عندنا الفيضان بيحصل كل سنة في نهر النيل فكان ده بيأثر على التجمعات السكانية المهم كان الحياة في شكل القرى بدأت القرى أو التجمعات ثم القرية بدأت في القرى تتجمع وتتوحد ليه؟ لأنها لقيت أن في توحدها ده أمان جداً أن هما يقدروا يعملوا هدف مشترك وهو الاستقرار ثم أن هما يحموا نفسهم ومن هنا تكونت المدينة اللي هي نيوت أو ديمي والنيوت كان في شكلها البسيط جداً عبارة عن طريقين متقاطعين وبيحدهم الدائرة أو إنب، إنب زي ما هنلاقي إنب حاجة عندنا اللي هي منف والصور هنا يعني الدائرة دي كان بيعتقد أنه ده الصور لأنه كان بيفصلوا المدينة عن المحيط الخارجي بتاعها وعشان يقدروا يتحكموا في الداخل والخارج ويأمنوا نفسيهم كويس ثم يبتيجي بقى أهم حاجة عندنا عندنا صورة لو يريد نشوفها لتوحيد القطرين أو تمثال للملك خعفرع اللي هو يجلس على كرسي العرش وعلى أحد جانبي تمثال علامة السماء طوي السماء طوي ودي رمز توحيد القطرين وطبعاً إحنا عارفين إن الشمال بيرمزله بالبردي والجنوب بيرمزله باللوتس وبييجي هنا المعبود حعبي أو حعبي ليه بقى تحديداً معبود حعبي أو حعبي المعبود حعبي هو معبود نهر النيل يبقى اللي بيقوم بعملية ربط الشمال والجنوب هو نهر النيل ودي رسالة مهمة جداً معنا الصورة هي على الشاشة طيب بالزبط كده هنا احنا عندنا نقدر نشوف هنا نظريتين للعواصب أو الوحدة أو النظرية هي النظرية المقدسة أو الإلهية لو بصينا خلف رأس الملك هنشوف السقر حرس وده هيرجعنا إلى أسطورة الصراع ما بين حرس وسد وانتصار الخير على الشر وان الصورة دي بتجسد الملك هنا هو وريس الحكم هو وريس الحكم على الأرض بالنسبة للمعبودات وهو منوت بتحقيق الاستقرار وإقرار النظام والعدالة في الدولة لا يديش هذا فرع ولا؟ لا ده خاع فرع خاع فرع خاع فرع وده موجود طبعا بالمناسبة في المتحف المصري نرجع بقى للصورة القبلها عشان نشوف السما طوي أعلامة التوحيد بالزبط كده على جانب الكرسي من الكرسي هنا بالزبط كده في المواجهة وفي صورة تانية هنلاقي المعبود حعبي لو تجيبوها بيقوم طبعا من اليمين واليسار الطامح هو والطاش معه الطامح هو اللي هو أرض الشمال والطاش معه اللي هو أرض الجنوب بيقوم بربط نباتي البردي واللوتس حول القصبة الهوائية للإنسان معناها إيه؟ وده رسالة كبيرة جدا بيقول إن حياة المصري مرهونة بواحدة الأرضين إن المصريين دايما عندهم حرص على واحدة البلاد دايما إحنا بنقعد نفك الرسائل بزفت كده وده هيدينا بقى عشان نشوف إيه أهمية ودور نهر النيل في الحضارة المصرية بس يعبدون قطع كلامك يا دكتور محمد إحنا الأول اتكلمنا عن مملكتي الشمال والجنوب بالزبط أنا كانت عايزة تكلم برضا عن موضوع بالزبط قبل التوحيد كان فيه مراحل للوحدة الحقيقة إحنا المعروف إن الوحدة جات من السعيد أو من الواجه القبلي بس برضو لازم أن نعرف إن الوحدة اللي بدأها الشمال كان في الشمال عندنا مقاطعتين أو إقليمين رئيسيين هم الإقليم الشرقي والإقليم الغربي شرق الدلتة وغرب الدلتة ومعروف إن دي لها رمزية عند المصري القديم بالزبط كده وده طبعا الدولي تقسموا إلى مقاطعات أو مناطق إدارية بعد كده بس جاء عندنا طبعا في الإقليم الشرقي والإقليم الغربي الواجه البحري بدأ إن هو يوحد نفسه الأول ويكون مملكة معنا صورة بقى طيب هي دي بقى الصورة اللي احنا بنتكلم عنها ده المعبود حعبي ويمكن بمشوف إن السمات بتاعت أو التشريح بتاعت الجسد فيه ترهل في البطن والسدي ده إشارة إلى الخصوبة وهو هنا بيقوم بتثبيت القصبة الهوائية وبيشد نبات اللوتس والبرد وبيرمز ليه الأرضين بيتاشمعوه ويطامحوه عشان يبدأ رحلة بقى الحضارة الحقيقية والعواصم المصرية نرجع تاني بقى للمملكة الشمال ومملكة الجنوب بعد كده طبعا نتابع معاك سريعا العرض الصور عشان برضو نقول لست دا مشاهدين قدر وافي من المعلومات دي بقى حاجة مهمة جدا عندنا هنا دي صلاية الملك نعمر أو نعمر وهي طبعا أسر عليها في العاصمة تيني أو تينا وديا العاصمة اللي كانت قبل منف وبرضو هنرجع تاني دي تانيس؟ لأ دي تانيس دي في الأسرة واحد وعشرين دي لسه بقى تاني يا صان الحجر دي بقى بالزبط دي كصان الحجر اللي في الشرقية إنما دي احنا عندنا هنا طبعا دا نرجع بس لصلاية الملك نعمر معلش عشان دي برضو فيها حاجة مهمة جدا طيب هنا هو مجسد على الوجهين الملك مرة بيرتدي تاج الوجه الإبلي اللي هو التاج الأبيض والمرة التانية بيرتدي تاج الوجه البحري اللي هو التاج الأحمر وفي الحالتين هو بيقوم بتأديب الخارجين عن النظام وبيحاول يهدده استقرار الدولة عشان يقدر يفرض النظام وبنلاقي بقى على أحد الوجهين منظر مهم جدا يمكن يظهر معنا لأول مرة هو شخص فوقي كلمة ساتي ساتي هنا هو بمعنى الوزير إذن الدولة المصرية هي سباقة في معرفة نظم الحكم والإدارة والتقسيم الإداري الملك هو ممثل المعبودات على الأرض وهو رمز السلطة وهو كلمة السياسة واللي بيخرج منه جميع السلطات لمين بقى؟ للوزير فالوزير ده كان هو حلقة الوصل ما بين الملك أو البيت الحاكم وما بين باقي الأقاليم اللي كان بيحكمها الإنراء ونشوف دلوقتي كمان مع سالي مشاهدين الصورة التالية عشان برضو ندينهم قدر كبير جدا من المعلومات من هذه الفقرة لأن احنا كمان بنمر على عواصم تانية الناس عارفة أشهرها لكن مش عارفة التفاصيل فأشكرك طبعا على ذكر التفاصيل دي ده طبعا هنا ده تمثل الملك رمسيس التاني هو موجود بالمناسبة في مدحف ميت رهينة وميت رهينة هي بقى منف هنرجع بقى عشان نتكلم عن أول عاصمة لأول دولة مركزية قومية في التاريخ منف اللي أسسها طبعا الملك ميني أو نارمر وكان في بعض الأرى يعني أنت ما بتعتبرش ما قبل منف عاصمة مركزية كمركزية لا ليه؟ لأن احنا على نفس الزكر كان عندنا ممالك في الشمال عشان كده قلت التفاصيل اللي قلتها قبل كده بلزبط كده فنج نبتكي بالعاصمة المركزية بلزبط كده فعندنا منفها طبعا تم تأسيسها سنة 3200 تقريبا أو 3100 يعني فيه قراء قبل الميلاد على يد الملك نارمر أو نارمر أو ميني وفيه طبعا زي ما ذكرنا أن بعض العلماء المصريات بيقولوا أن نارمر هو ميني أو نارمر يسبق ميني اشتركوا في القناة